اشتركوا العافية ثالث وان شاء الله تكونوا بخير اليوم عنا الدرس السابع الضرب في ستة وفي التسعة مس هنا في عنا بهذا الدرس هم جامعين لي اه او حاطين لي جدولين بدرس واحد اللي هو جدول الستة وجدول التسعة نبلش بعند استكشف يضع محل الحلويات في كل ست كعكات في علبة كم كعكة في ثماني علب اذا هايها علبة حاطين لي بكل علبة ست كعكات كم عدد الكعكات في كل ثمان علب في ثمان علب كم عدد الكعكات نضرب ستة ضرب تمانية وتساوي تمانية واربعين ما رح نقدر انحل اي مسألة بجداول الضرب او بوحدة الضرب الا لما يكون عارفين وحافظين جداول الضرب مية بالمية تمام اتحقق من فحمي ثلاث ضرب ستة طبعا هون بهاي المسألة تكون عحافظ جداول الضرب عشان تقدر يتحل ثلاث ضرب ستة وتساوي تمنتاش سبعة ضرب ستة وتساوي تنين واربعين ستة ضرب ستة ستة وتلاتين أربعة ضرب تسعة وتساوي ستة وتلاتين تسعة ضرب سبعة او سبعة ضرب تسعة هي نفس النتيجة وتساوي تلاتة وستين تسعة ضرب تسعة وتساوي واحد وثمانين تمام سؤال السابع اشترت اماني وخمسة من صديقاتها قصصا قصيرة من معرض الكتاب اذا اشترت كل واحدا منهن ستة قصص فما عدد القصص التي اشترتها اماني وصديقاتها عفون هسا فيه عندنا اماني اماني مع خمسة من صديقاتها يعني خمسة من صديقاتها زائد واحد اللي هي اماني وتساوي ستة وعندنا ست قصص فمن نضرب ستة ضرب ستة الستة عرفنا من وين جبناها من خمسة من صديقاتها زائد اماني وهي ست قصص وتساوي ستة وثلاثين رتب وائن المقاعد في مسرح مدرسته في ست صفوف في كل منهن تسع مقاعد مع عدد المقاعد في المسرح ننضرب تسعة ضرب ستة وتساوي اربع وخمسين احل المسألة عددان مجموعهما سبعطاش وناتج ضربهما ثنين وسبعين ما عددهما اذا فعنا رقمين اذا ضربناهم بطلعنا ثنين وسبعين اذا جمعناهم سبعطاش اللي هم ثمانية ضرب تسعة نين وسبعين طيب ثمانية زائد تسعة وتساوي السبعطاش مس ما رح نقدر نحل ولا اي مسألة من الضرب الا لما نكون حافظين مية بالمية جداول الضرب سواء من واحد لخمسة بعدين احفظ اذا كان عندك صعوبة احفظ كل يوم جدول او كل اسبوع جدولين عشان تقدر تركز لازم يمس تكون عارف جداول الضرب وحافظهم يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة